ويلتحق بنا من الدمامة الكاتب السياسي سطام المقرين أهلا بك سالسطام نتحدث عن التطورات الإقليمية ومستجدات الأحداث التي تمر بها المنطقة ربما أبرزها هي التدخلات الإيرانية في الدول المنطقة وإن كان قبل أيام تحدثوا عن عدم إرسال وفد إيراني إلى دانوسك حج هذا العام هذه أمور سياسية من أجل تسييس الحج ستكون الملف الإيراني حاضر على طاولة النقاش في دول مجلس التعاون الخليجي دعني في البداية أتحدث عن المشاكل الداخلية في إيران نفسها طبعا السياسة الخارجية عادة لإيران هي لتغطية المشاكل أو السياسة الداخلية الموجودة أو الغليان الشعبي الموجود داخل إيران طبعا هي تستغل العاطفة الدينية أو الملفات الدينية بالذات يعني مثل قضية الحج أو القضايا الطائفية وتحاول إشعالها في كل المنطقة من أجل الحفاظ على نظرية ولاية الفقيه التي أثبتت فشلت وهي الآن على حد الانهيار يعني فعلا بدأت هناك فئة يعني الفئة الحاكمة في إيران نفسها بدأت تهدد مصالحها من داخل المجتمع الإيراني نفسه فهذه أحد الأسباب في عملية الاستغلال الديني كملفات قضايا وتسييس الحج إشعال الطائفية في المنطقة التدخلات طبعا إيران قدمت تنازلات للغرب من أجل القيم على حساب القيم من الثورة الإيرانية أو نظرية ولاية الفقيه أو الإسلام السياسي صح التعبير هذه هي أحد الأسباب الرئيسية التي تسعى إيران للتغطية أو للخداع الشعب الإيراني نفسه نعم أيضا يعني أستاذ الطام بالحديث عن الجانب الإيراني والحج يعني كان هناك بيان واضح من وزارة الحج والعمرة تحدثوا بأن إيران هي مسؤولة مام الله ثم شعبها لعدم قدرة الإيرانيين من حج هذا العام وكذلك تحدث مع الوزير الخارجية عادل الجبير في المتمر الصحفي مع وزير الخارجي البريطاني عن هذا الموضوع بتفاصيل وأيضا كشف عن الاجتماع الذي دار بين الوفد الإيراني وكذلك مع وزارة الحج والعمرة لكن بالحديث عن القمة التشاورية التي ستعقد في جدة وهي لمدة يوم واحد هناك أمال معلقة من دول مجلس التعاون حول هذه القمة يعني رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي في شتى المجالات ماذا ستثمر هذه الرؤية خلال هذا الاجتماع؟ في الحقيقة دائما يعني من كل سنة إلى سنة دائما تزداد أصر الروابط بين دول المنطقة في الحقيقة خلنا نتكلم ببساطة يعني المواطن الخليجي الآن يوم يتنقل في أي دولة خليجية في السعودية في الكويت في البحرين في قطر في عمان كأنه مواطن يعني من أهل البلد يتمتع بنفس المزايا الموجودة في نفس البلد وكأنه يعني ما تغير عليه شيء يعني يكفي أننا الحين وصلنا إلى حد جيد أن المواطن الخليجي يدخل فقط بالبطاقة أو الهوية الوطنية يعني هذا إنجاز كذلك نشوفه من جانب الاقتصادي الآن هناك في شركات خليجية مشتركة أو شركات مثلا سعودية مثلا على سبيل المثال موجود لها فروع في دول خليج كلها والعكس كذلك صحيح موجود غير فيه شركات مشتركة غير الأنظمة الموحدة الآن أنظمة الجمارك أو غيرها أو كذا في الأمانة العامة خاصة في تنظيم الأمانة العامة المجلس التعاون هناك إدارات مختصة في جميع المجالات وفي العمل المشترك حتى تصبح يعني نحن نتجه فعلا نعطي كنموذج للاتحاد بين الدول أو الاتحاد الدولي بمصفة عامة نعم الكاتب السياسي سطام المقرن شكرا جزيلا لك كنت معنا من الدمام